التزام ما اتفق عليه كشف الاتفاق أمام الرأي العام جيد في أي حال لأن الناس يجب أن تعرف ما يحوي هذا النوع من الاتفاقات انتخاب الرئيس ميشيل عون في مقابل تقاسم الحصص الوزرية والإدارية وفوق هذا كله تعلو الاتهامات المتبادلة بعدم تطبيقه وبالتزام مع عودة المتاريس الكلامية بين التيار والقوات تبقى العقد الأخرى على حالها أيضا واليوم بعث حزب الله بإشارة مفادها أن تأخير تشكيل الحكومة من أجل إطاحة نتائج الانتخابات النيابية لن ينفع معتبراً أن الانتخابات أنتجت تعددية التمثيل الطوائفي وفي انتظار تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في موضوع الحكومة ثمت بصيص أمل على الصعيد الاقتصادي من خلال قرب فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن والذي كان السبب في وقف التصدير والاستيراد براً مؤثر في شكل كبير على المدخيل وإعادة فتحه الآن تعني الكثير للحركة التجارية